السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجراز علشان يوصلوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية ان شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا الحقيقة الموضوعات كل الموضوعات اللي بتكلم فيها على القناة موضوعات مرتبطة ببعضها موضوعات مرتبطة ببعضها وموضوعات متشبكة ببعضها ما ينفعش نتكلم عن جزء ونسيب جزء عشان كده تابعوا الحلقات يعني تابعوا بيبقى في جزء اول الحلقة وفي جزء تاني وفي جزء تالت يعني تابعوا الحلقات كلها عشان تستفيدوا من كل كلمة في الحلقة اول حاجة عايزين نعرفها ان الحب ده الحب والمشاعر مش اختيار ده قدر ربنا ده قدر ربنا لازم نكون حطين دي مسلمة قدامنا في اي شيء الحب والمشاعر مش بايدك غزب عنك مش اختيارك قدر ربنا ربنا اللي مقدر كده ولازم تعرف ده وتطيقن بده انا عارفة طبعا ان الكلام دايما سهل وجع القلب والتعلق شعور مؤلم شعور مزبح من اصعب انواع الوجع هذا الشعور وان النسيان وتجاهل المشاعر وان انا بعندي لا مبالاة وفك التعلق بالاشخاص والاشياء ده شيء صعب جدا 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 على الانسان ومن اصعب انواع القلم النفسي اللي بيشعر بالانسان احيانا احيانا بيكون اقوى من المرض العدو لكن لازم لازم نلاقي علاج ونبدأ بالعلاج عشان نرتاح انا عارفة اللي بيسمع كلامي ده ومجرب هذا الشعور عارفة انا بقول ايه وعارف انا بقول ايه في مدربين طاقة كتير وروحانيين اعمل فيديوهات عشان يفكوا التعلق بسهولة لكن اللي لازم تعرفوا انه مش بسهولة زي ما احنا عارفين لان القلم النفسي والتعلق والطاقات السلبية هتكون تشبعت في روحك تشبعت في ذهنك وعقلك تشبع بيها فمش من حلقة او من شوية كلام ونصايح هنقدر نفك التعلق هنقدر ننسى الشخص وكأنه لم يكن احنا حفرنا الشخص جوانا وسبناه يتمادى لكن هنقدر نتخطى هذا لكل مشكلة علاج لكل مشكلة ربنا خلقها لها علاج هنقدر نرجع روحنا هنقدر صدقوني لازم يكون جوانا الشعور والاحساس النفسي ان احنا نقدر نعمل اي شيء بفضل الله وبقوة الايمان التعلق بشخص ده ابتلاء من ربنا ومرض زي اي مرض عدوي وزي من ربنا خلق الداء خلق الدواء امشوا معايا خطوة خطوة في حلقات العلاج والتعافي النفسي وفق التعلق بالاشخاص لجذبهم مرة اخرى الى حياتنا وطبعوا القناة والحلقات في النهاية سدوني هتشكروني هخلكم تفقوا التعلق وتخلوا الشخص ده يحبوكم اكتر من تكتو بتحبوه تابعوني ولايك وشير وتابعوا معايا العلاج ازاي لازم تعرف ان في ادمانك للعلاقة مع شخص ان انت هنا مخطوف منزوع الاراضة مسلوب الاراضة مسلوب الذات طاقتك مسروقة طاقتك مسحوبة طاقتك مستنفذة لشخص اخر والشخص الاخر عارف ده لان زي ما قلتلكم قبل كده ان طاقة التعلق زبزباتها عالية جدا وبتوصل بسرعة جدا اقوى من مشاعر الحب للشخص اللي انت متعلق بي خلينا اسكي اول حاجة لازم نتخلص منها الافكار الافكار والاعتراف ان فيه مشكلة ان اعتراف ان انا في مشكلة دلوقتي ان انا متعلق بشخص معاد ولازم احل هزي المشكلة الاعتراف بالمشكلة هو اول خطوة لبداية حل هزي المشكلة طاقتك اعمل ايه اول حاجة لازم نعملها ان احنا اول حاجة الاستعانة بالله والتوكل على الله وانفوض امرنا لله هو الملجأ الوحيد وهو الحل الوحيد لهزي المشكلة مهما عملت يبقى لازم تفاوض امرك لربنا وتدعيه انه يخلصك من هذا تتعلق بهذا الشخص دي اول خطوة لحل هذه المشكلة واول خطوة لحل ايه مشكلة في الدنيا ان انت تتفاوض امرك لربنا وتستخير ربنا القاضي العدل تاني حاجة لازم نعملها لازم لازم ننظف البيئة المحيطة بينا يعني ايه ننظف البيئة المحيطة بينا من ذكريات مع هذا الشخص ما نفتقرش من مراقبة على السوشيال موديا ندل نتلصص لهذا الشخص ونشوف عمل ايه ننزل ايه ونقرأ اللي بينزله ونقول لهذا الحاجة بترتبط علينا نبدأ نشتب كل الحاجات دي ما نعملش كل الحاجات دي نظف بيئتك المحيطة طول ما فيه اشياء بتعمل فوكس على مشاعرك الملتهبة وتخليك دايما مندفع وتعمل تصرفات متهورة طول ما فيه سوشيال موديا عملت تلصص عليها وتبص عليها وترقب الشخص طول ما فيه اماكن عملت روحها علشان تقول يمكن اشوفه في هذا المكان لازم تازل نفسك عن هذا الشخص حاول ما تعرضش نفسك لهذه البيئة المؤذية اللي هتسحبك مش هتشفيك أبدا 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 لو عدتوا ترقبوا على سوشيال ميديا لو فيه صور معك أو ذكريات حاول ما تفتكرهاش الصور حاول تمحيها حاول ما تفتكرش هذا الشخص على قدر الإمكان حاول ما تروحش في الأماكن اللي هو ممكن يكون متواجد فيها تنسا تنسا ولا تربط سعادتك بهذا الشخص لا تربط سعادتك بهذا الشخص صدقا لازم ركز على نفسك استثمر في نفسك عز ثقتك بنفسك كل ما ثقتك بنفسك علا كل ما تقطق الإيجابية علا كل ما ارتبطك بالأشخاص والأشياء من حولك فكده الأشخاص هي اللي هتجيلك مش أنت اللي هتبقى متعلق بيها وبتجري وراه فاتخلي تجلي زي ما أنا مع عوداكم ما فيش إنسان يستاهل اللي انت بتعمله علشانه ده ما فيش إنسان على وجه الأرض يستاهل اللي انت بتعمله واللي انت بتعمله ده ما فيش إنسان ولا إنسان يستاهل ده مع واحدة نزلت من عيني لازم تقنع نفسك وتقنع عقلك اللي وعي بهذه الجمل فيه جمل هقولها لك جمل استحقاقية جمل اللي فك تعلقك بإيه شخص بسهول أول حاجة أنت نضف أول حاجة فوضت أمرك لربنا تاني حاجة نضفت البقى اللي حواليك ما عودتش بترقبه ما عودتش بتبص عليه ما عودتش بتروح للأماكن ما عودتش بتفتكر الزكريا تالت حاجة هنقنع عقلنا اللواعي هقول لك جمل لفك التعلق دلوقتي أول حاجة أنوي فك كل تعلقاتي بالأشخاص والأشياء أنوي تعزيز تعلق بالله عز وجل أنا أنعم بالهدوء والسلام الداخلي أنا أشعر بالامتنان من نفسي أنا أسمح لنفسي بالتحرر وفك التعلق بيسر وسهولة ولطف كثيرا أحس أني لا أحتاج لأي شيء أذهب في الأشياء المادية والأشياء التي عندي أبحث عن من أعطيها له التعلق بالله هو السر الهدوء النفسي والسلام النفسي هذه الجمل لازم ترددها على طول في عقلك وتقنع عقلك اللواعي بهذه الجمل التعلق بإنسان أن أنت رابط روحك بروحك لازم تحرر لازم تحرر روحك وتقطق غزبزباتك الطاقية من هذا الشخص وإلا ستصبح أثيره وإلا ستشعر بشعور مزبح شعور وألم نفسي اللي أنت استطيع تحمله يبقى إيه اللي جابرنا على كده فيش إنسان يستاهل مفيش إنسان يستاهل اللي أنت بتعمله علشانه ده لازم تكون ثقتك بنفسك عالية جدا 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 تحلق ده عامل زي المرض مرض بالزبط كأنه سحر كأنه إنسان متلبسك كأنه إنسان متلبسك حرفيا لازم تطلعه لازم تطلعه من جواك طلعه من هالتك طلعه من طاقتك من الآخر أوقف التفكير به هامدا أنا عارفة إن ده صعب أنا عارفة إن ده صعب لكن ده هو الحل اللي هيرجعه لك تاني ده هو الحل اللي هيرجعه لك تاني فك التعلق بالمعنى الحقيقي هو تفويد أمرك لله إنه يخرجك من نطاق التعلق إلى حرية السعادة والاستمتاع والاطمئنان نعم نعم